يا ولاة الأمر ازرعوا الصحراء وإليكم دليل نجاحها افتتاحية العميد أحمد عبدالعزيز الجار الله كتب الأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران قبل أكثر من قرن ويل لأمة تأكل مما لا تزرع لأن الأمن الغذائي عنصر حيوي للمجتمعات وحين تعتمد دولة ما بالكامل أو بنسبة كبيرة على الاستيرات فأنها تبقى تحت رحمة الآخرين الذين لا شك سيفرضون عليها ما يريدون استنادا إلى هذه الحقيقة نتوجه إلى ولاة الأمر باقتراح يوفر الأمن الغذائي للكويت بل إذا أحسن استغلاله بشكل جيد يمكن تصدير الفائد منه إلى الخارج لكن قبل ذلك لابد من التذكير ببعض الوقائع الماثرة للعيان وهي من دول قريبة منا ففي السعودية أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة السعودية الخضراء وهي تقوم على زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود الماضية أي إعادة تأهيل نحو أربعين مليون هكتار من الأراضي المتدهورة هذا رغم أن المملكة حاليا تكاد تكتفي ذاتيا من الخضروات والفواكه بعد النهضة الزراعية التي شهدتها في العقود الماضية فمنطقة بريدة وحدها تنتج نحو ستة وأربعين في المئة من التمور والفواكه والخضروات مما تحتاجه المملكة هذه المبادرة ليست جديدة بل لها سوابق عدة خصوصا في الأراضي الصحراوية كما هي الحال مع إمارة أبوظبي التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله على تسخير الإمكانات كافة لتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي أذكر أنه في أحدى زيارات المغفور له الشيخ جابر الأحمد رحمه الله إلى أبوظبي سأل الشيخ زايد عما فعله لزيادة المساحات الخضراء فكان جوابه قال لنا الخبراء أن زراعة النخيل سوف تؤثر على المياه الجوفية التي ستصبح مع الزمن مالحة وبالتالي فأن تلك الأشجار لن تعيش أكثر من عشر أو خمس عشرة سنة لكن لي لم أقتنع بهذا الكلام وطلبت زيادة زراعتها أضاف أمرت أيضا بالاستعانة بخبراء للزراعة في المياه المالحة وبعد دراسات استقر رأي على استزراع مساحات من الأراضي التي فيها مياه مالحة وقد نجحت التجربة في البحر يشكل خمسة وسبعين في المائة من الكرة الأرضية ومحطات تحلية المياه باتت رخيصة جدا في هذا الزمن وتحلية مياهه لن تكلف كثيرا ولاة الأمر لقد مرت الكويت خلال جائحة كورونا بامتحان صعب فيما يتعلق بالأمن الغذائي وللأسف فشلت فيه جراء عدم وجود بنيات احتياز رعية يعتمد عليها إضافة إلى سوء توزيع القسائم وفيما من السهل العمل على استنهاض هذا القطاع يمكن أيضا استغلال الصحراء القاحلة وتحويلها جنة عدن خضراء تؤمن ما تحتاجه الكويت من مصادر الغذاء أكان في مجال القدروات أو المواشي في سبيل ذلك يمكن تأسيس شركات مساهمة يكون للمواطنين حصة فيها يتحول إنتاجها إلى السوق المحلية على قاعدة أن المالك مستهلك مع الاستعانة بأحدث التقنيات في الصين استطاعت تشجير واحدة من أكبر صحريها إذ بين عامي 2009 زرعت 56 مليار شجرة وزادت المسطح الزراع فيها نحو عشرة أضعاف في صحراء جوبي ولتوفير الأيدي العاملة استعانت بالآلات الضخمة لقطف القطن والزهور والخضروات والفواكه زراعة الصحراء الكويتية ليست أمرا مستحيلا فإذا توافرت الإرادة سنشهد في غضون سنوات قليلة أعظم نهضة زراعية واكتفاء ذاتي غذائي ولهذا فأننا نتمنى على سمو للعهد المعني حاليا بنهضة الكويت أن ينال هذا الاقتراح اهتمامه وأن لا يفسح في المجال للمستفدين من بقاء الكويت جرداء قاحلة حتى لا يضع العصي في الدوليب وأن لا يتحجج بفقر الكويت من المياه فالتحلية لم تعد مكلفة والإمارات والسعودية تعملان على استغلال هذه التقنية لزيادة المساحات الخضراء وكذلك مصر هبت النيل إذ رغم وفرة المياه فيها إلا أنها تستعين بمحطات التحلية والكويت لديها كل الإمكانات المالية واستواحل لبناء هذا النوع من المحطات والاستفادة منها على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر